تتواصل مرحلة الصمت الدعائي التي يتوقف بموجبها المرشحون في الانتخابات الرئاسية وحملاتهم الرسمية عن أعمال الدعاية والترويج واستعراض البرامج الانتخابية ويستهدف الصمت الدعائي تحت الفرصة أمام الناخب لكي يقوم بدراسة البرامج الانتخابية للمرشحين واتخذ قراره باختيار مرشحي في الانتخابات في روية ودونما تأثير دعائي على إرادته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة